قال علماؤنا من نظر الى ابيه او امه شزرا شزرا يعني استكبارا او احتقارا او عدم قناعة بما يقول الاب والام امسكت الملائكة عرش الرحمن خشية ان يسقط من غضب الجبار سبحانه مجرد نظرة لم يتكلم العلماء عن الاشاحة باليد وعن صفق الباب في وجه الام واعتراض الولد على نوع من الطعام وعلى نوع من سيارة معينة وعلى نوع من كلمة يقولها الاب ويقول تعالى لنزر عمك فلا يقول لا انا قد توعدت مع زميلي وزملائي في المدرسة او في الجامعة ويقطب الولد جبينه في وجه ابيه وامه وانا اقول دائما تحسرا كنا نقبل ايدي ابائنا وامهاتنا ليرضوا عنا فانقلب من الحال فاصبحنا نقبل ايدي ابنائنا وابناتنا ليرضوا عنا وشتان ما بين القبلتين القبلة الاولى قبلة عز وعزة وبر وثواب القبلة الثانية قبلة ذل وعقوق وضمحل الامة وضياح حقوق الله سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة